السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وازايكم يا شباب ان شاء الله هندرس مع بعض كورس جديد بعنوان complex analysis complex analysis يعني تحليل مركب هنبدأ ندرس some topics في الكورس ده ال topics ده related by ايه اول حاجة هناخد مع بعض complex numbers والcomplex functions يعني احنا الكورس بتاعنا اسمه complex analysis هندرس فيه مجموعة من topics ال topics دي هتبقى related boy هترتبط بايه topics دي اول حاجة complex numbers complex numbers طبعا انتو درستوا complex numbers في الايه في الالجيبرا بدأتوا تعرفوا يعني ايه ايه هو بتاع complex numbers وبعد كده هوت اخدتوا الالجيبرايك على مين على complex numbers احنا هنرجع عليهم مراجعة سريعة طيب ايه هي topics اللي بعد كده هوت هناخد ايه هناخد مع بعض complex دي الجديدة بقى اللي هي complex functions complex functions اللي هي الايه اللي هي الدوال المركبة الدوال المركبة طيب ديت الجديدة هندرس ايه الدوال المركبة هياخد properties هياخد مجموعة من properties على الدوال المركبة زي ايه properties دي اول حاجة هنددأ ندرس مع بعض limits وهنشوف continuity وهنشوف مع بعض differentiability طيب بعد كده هوت ايه تاني اخد بعد كده هوت ايه هناخد ايه يخص topic بتاعت complex functions هنبدأ ندرس differentiability بالتفصيل او differentiation التفاضل التفاضل of complex functions هندرسها بالتفصيل هندرسها بالتفصيل هناخد chapter two بالتفصيل يعني complex numbers ديت تعتبر revision دي ايه ديت revision تمام كده والcomplex functions عليها دي هناخدها في شابتر وان هناخد على complex functions الدفنيشن الاول هنبدأ ندرس الدفنيشن بتاع complex functions وبعد كده تنشوف على complex functions زي دي هنلم المعلومات دي كلها في شابتر وان طيب نيجي بعد كده قلنا هندرس ايه هندرس topic اللي بعد كده خاصة بال complex functions هندرس هناخد على مين على complex functions دي هندرس هندرسها في شابتر طيب وبعد كده هوت هناخد الانتجريشن الانتجريشن طيب الانتجريشن ده هندرسه بقى في شابتر ثري شابتر فور شابتر فايف شابتر سيكس بقيت الكورس كله هيبقى المعلومات عن الانتجريشن اف complex functions تاني كده احنا بنقول الكورس بتاعنا اسمه ايه اسمه complex analysis هنبدأ ندرس related by complex analysis such as complex numbers complex numbers اللي هي الاعداد المركبة وانتو درستوا الاعداد المركبة في الجبر بس احنا هنعمل عليها revision سريع كده هناخد وناخد على complex numbers طيب بعد كده هنيجي ندخل في صميم الكورس بتاعنا وهو الهاجات المهمة بقى اللي هو related by complex functions ايه بقى complex functions هناخد فيها ايه هناخد فيها complex functions هناخد complex functions such as lamets continuity differentiability اللي هي مده كله في الشابتر ايه شابتر واحد شابتر الاول طيب نيجي بعد كده هناخد هوت نتعمق في المنهج بقى هناخد ايه هناخد وبرضو برضو بقيت الشابتر بتاعة الكورس بتاعنا دي تخصة طيب نبدأ كده هوت نسمي كده نقول ايه نبدأ باول حاجة ان الجزء الخاص بالايه بالrevision او هنكتب كده هون revision في revision بتاعي هفكركم بحاجة هفكركم بايه اول حاجة خالص اخدتوها في القبر اذا مجينا وقلنا the set of all natural the set of all natural numbers كان شكله ايه set of all natural numbers كان الرمز بتاعها in equal one two three to infinity طيب بدي كده اول set set التانية اللي هي the set of all integers the set of all integers the set of all integers نبدأ نشوف فيها ايه set of all integers نبدأ الرمز i فيها zero والone والtwo والthree وهكذا لغاية infinity و minus one minus two minus three لغاية minus ايه من minus يبقى كده من minus infinity المين لإنفينيتي ديت set of ايه of integers طيب بعد كده هوا اخدنا ايه خدنا set of rational set of rational numbers اللي هي فئة الاعداد الكسرية كانت عبارة عن ايه برمز لها ولياكم بالرمز q بناخد فيها كل الاعداد اللي على صورة كسر ايه على b بحيث ان a و b موجودين جوه ال a يعني اعداد صحيحة وال b المقام لازم يكون ما بيسويش الايه ما بيسويش السفر طيب الورقة دي كده هوت number a number one نرقم كده الورقة بتاعنا بعد set of rational numbers هناخد ايه مع بعض ادي number two هناخد the set of irrational numbers اللي هي فئة الاعداد الغير كسرية هرمز لها بالرمز q star فيها كل الاعداد عندي كل الاعداد اللي هي بتكون اعداد عشرية مثلا one one point two four five seven eight تمام كده وعندي مسلا لأعداد العشرية الغير منتهية طبعا عداد عشرية غير منتهية وعندي آآ مثلا العدد الطبيعي والباي وليكن square root of three square root of five cubic root of four وهكزا كل الاعداد اللي على صورة اعداد عدد عشرية غير منتهي او العدد الطبيعي او 22 على سبعة او square root of three square root of five آآ cubic root of four وهكزا كل دي كده هوت الاعداد عشرية آآ الاعداد العشرية الغير منتهية وكزلك دي برضو لما تيجي تتفاكي تطلع عدد عشرية برضو غير منتهية كل ديت عبارة عن ايه بل ما في صورة اللي اسمها بعد كده هوت اخدنا فئة الاعداد الحقيقية كانت رمزها آآ كانت كل الاعداد الكسرية لو عملت لها اتحاد بتديني طيب جيت عندي هنا هوت اكوشن اكزامبل كده صغير كده اتوقول لك لو انا عندي الاكوشن دي عايز اجيب بتاع عايزين نجيبه بتاع الاكوشن القدامي دي اجيب اجيب ازاي بنعمل ايه بناخد للطرفين هتبقى الاكس اكوال بلاس اور ماينس سكوير روت للون اوكي طيب الاعداد دي اعداد ما لا اعداد حقيقية طيب روت ماينس وفيه جزر العدد سالب لأ مافيش جزر تربيعي العدد سالب من هنا قالوا ان احنا هنسمي الجزر ده هنسمي ده برمز وليكن اسمه اي والاي ده هو هيبقى العدد التخيلي يبقى دوت كده هيبقى ايه هيبقى عدد تخيلي تمام كده طيب ونيجي نقول هنا هوت ايه يبقى ده كده اسمه عدد تخيلي ونقول من خلال الحركة دي ان فين بقى مجموعة الحل ده موجود فين زي ما ده موجود جوه الار لازم ده يبقى موجود جوه فئة الفئة بتاعته دي العلماء احتاجوا الفئة جديدة او فئة اعداد جديدة غير علشان تضملي كل الاعداد اللي فيها وسموها زد فئة الاعداد المركبة وهبقى دي زي ست او كومبليكس نامبرز زي ست او ايه او كومبليكس نامبرز بقت عبارة عن ايه فيها كل الاعداد اللي هي فيها الاي على صورة اكس بلاس اي واي والاكس والواي موجودين جوه الار يبقى اي عدد مركب بلاقيه بينضم الفئة لسات جديدة الزهر لي منين زهر لي لما جينا عشان نحل معادلة زي دي لقينا ان الحل اسم جزر ومافيش جزر السالب واحد علشان كده احتاجنا ان احنا نسمي الجزر سالب واحد برمز جديد وقلنا عليه هو دو او وكوننا فئة جديدة من فئة الاعداد سميناها فئة الاعداد الايه فئة الاعداد المركبة طيب بعد كده هو نبدأ ناخد بقى الايه نبدأ ناخد المفهوم ابدأ اعمل ابدأ اشوف المفهوم بتاع الكمبليكس نامبر واقول ايه ونقول كده هو الديفنيشن احط الديفنيشن لمين الكمبليكس نامبر نقول ايه نقول اكمبليكس اكمبليكس نامبر وهرمز لو قلت بالرمز زد زد سمول بقى الزد الكبيرة دي تلست وجوا العناصر بالرمز بتاعها سمول يبقى زد سمول ايز كاركترايز ايز كاركترايز باي بيتمثل بايه اي بير اوف ريال نامبرز اي بير اوف ريال نامبرز شكلهم اكس واي عارفين الزوج المرتب كده بيتكتب على صورة زوج المرتب كده اكس وايه اكس واي وي وي اكس ايز زريال بارت اند الواي ايز زريم اماجنري از اماجنري بارت والواي هو مين الجزء التخيولي يبقى الكمبلكس نامبر بتاعي زد بيتمثل بإبير اوفريال نامبرز بزوج مرتب من الاعداد الحقيقية اللي اكس واي يعني بحيث ان الاكس هو عبارة عن الجزء الحقيقي على طول يعرفين ان الاكس هو الريال بارت والواي هو هو الاماجنري بارت طيب تاني كده بنقول ايه بنقول زي كومبلكس نامبر زي كومبلكس نامبر كان بي ريتن انزي فورم وكمان اقدر ان انا اكتبه على صورة زد زد سمول طبعا اكوال اكس بلاس اي واي والاي دو تعبارة عن ايه سكوير روت اللي هو اسمه الاماجنري الاماجنري نامبر وده اللي هو اسمه الاماجنري نامبر تمام كده او هنا بردو نقوله عليه اماجنري شنوحد المصطلحات اماجنري نامبر يبقى كل اللي انا بعمله بعمل ايه بناخد مراجعة على طبعا انت شفتوا في الجبر فانا بقول لكم اتنشأت ازاي بتدرج الفئات الاعداد اول حاجة خدنا لغاية ما وصلنا لل اللي هي عبارة عن ايه ست اف ريال نامبر زي ما اخدناها كده هوت اللي هي ال و ولما جينا قلنا احتياجنا ل ظهرت لي من خلال وجود فكونا فئة جديدة اسمها اللي بتكون فيها كل الاعداد اللي على صورة زد سمول ايكوال اكس بلس اي واي والاي دوت بيكون عبارة عن جزر سالب واحد والاكس والواي موجودين فين موجودين جوه الار تمام كده طيب يبقى برضوكم مفروض نكتب هنا هوت نقول ايه نقول والاي عبارة عن جزر سالب واحد اه اما جيت عشان احط بقى ما قلنا زد سمول بيتمثل بالزوج من الاعداد المرتبة زوج المرتبة من الاعداد الحقيقية للاكس والواي بحيث ان الاكس بتسمى والواي بتسمى يبقى مقدر اكتبه كمان على صورة زد اكس بلاس اي واي اكس بلاس اي واي يبقى انا كده عنجي كم صورة ان انا اعرف اكتب فيها العدد المركب عنجي صورتين ايه هي الصور الصورة الاولانية ان الزد ايكس والواي الوردر تبقى اكس وواي او اكس بلاس اي واي الورقة دي تمام كده طيب انا كده اشفت الديفناشن فاضلي اشوف ايه فاضلي اشوف الابريشنز اون كونبلكس نامبرز ايه الابريشنز على الكمبلكس نامبرز الابريشنز او الابريشن وهي الادشن الادشن ايه اللي هي الجمع يعني يعني لو انا عندي الزد وان اكول x plus i y والz 2 equal x x1 وديت y1 x2 plus i y2 أما يجي أجمع z1 plus z2 بجمع إيه؟ بجمع حقيقي مع حقيقي حقيقي العدد الأول مع حقيقي العدد التاني يعني x1 plus x2 plus تخيلي مع تخيلي i y1 plus i y2 هاخد ال i مشترك هيتبقى لي y1 plus y2 طيب نفس الكلام في الايه؟ في subtraction اللي هو الايه؟ اللي هو الترح بطرح ازاي؟ لو أنا جيت أولت اهو مش أنا هنا كنت بجمع لأ المراتجي هطرح طيب اطرح ازاي؟ نفس الكلام حقيقي ناقص حقيقي وتخيلي ناقص تخيلي وطبعا باخد ال i ايه؟ باخد ال i مشترك طيب بعد كده هوت عندي ايه؟ ال i operation اللي بعد كده دي بقى انا خدت two operations في ايه؟ في رقم واحد دي اللي هي ال i l addition and subtraction بعد كده هوت بنقول the product the product of complex numbers product يعني ايه؟ يعني الضرب بتاع العدد المركبة لو أنا عندي z1 equal x1 plus i y1 z2 equal x2 plus i y2 هندرب z1 multiply z2 x1 plus i y1 اضربها في x2 plus i y2 equal ازاي نضرب؟ هندرب هنا اول حاجة اي عدد مركب بيتكون من جزء حقيقي زي دل i في الجزء التخيلي ركزوا معي في الكلمتين دول اي عدد مركب بيتكون من جزء حقيقي زي دل i في الجزء التخيلي او عدد مركب جزء حقيقي زي دل i من جزء التخيلي يبقى ضربهم هيبقى ايه؟ يبقى ضربهم هو كمان هيبقى عدد مركب جزء حقيقي زائد i في جزء تخيلي الحقيقي هيجي منين من ضرب حقيقي العدد الاول في حقيقي العدد التاني اهو x واحد في ال x اتنين مش ده عدد حقيقي اهو طب ويجي منين تاني ما يجي من ضرب تخيلي في تخيلي تخيلي في تخيلي ازاي i y one مضروبة في i y two i في i باي تربيع طب الاي تربيع بكام مش الاي بجزر سالب واحد لكنها جزر سالب واحد لكل تربيع يقوم التربيع يضيع الجزر يتبقى لي كامي يتبقى لي سالب 1 ومضروب في ال y1 y2 طيب زائد i في الجزء التخيولي أجيب الجزء التخيولي منين يقولك الجزء التخيولي يجي من ضرب حقيقي العدد الأول في تخيول العدد الثاني بصوا معايا كده x1 في ال i y2 مش فيها آية طلحتها بر هي تبقى لي من x1 y2 زائد يجي منين تاني من حقيقي العدد الثاني في تخيول العدد الأول يبقى أنا ضربت وحقيقة تاني في تخيولي الأول I y 1 x 2 ال I بره هيتبقى لي x 2 y 1 يبقى أي عدد أي عددين مركبين عشان تجدوا يضربون في بعض وتعملوا بنفس الفكرة دي كده أن أنا أجيب ضرب الأعداد المركبة هو عدد مركب جديد يبقى عبارة عن إيه يبقى عبارة عن جزء حقيقي زائد I من جزء تخيولي بيجي من الحقيقي من ضرب حقيقي العدد الأول في حقيقي العدد التاني وتخيوله العدد الأول في تخيوله العدد التاني لأن الآي في الآي بالآي تربية والآي تربية دي عبارة عن إيه جزر سالب واحد تربية اللي هي بالسالب واحد تمام كده طيب بعد كده آخر حاجة عندي العملية اللي بعد كده هوت وهي الإيه وهي الدفاجن بنقول إيه الدفاجن طيب شكلها الدفاجن دي هاجي أخد زد واحد زد تو اللي هي هنا هيقول لك ادرب لي في مرافق في مرافق المقام مرافق المقام اسمه إيه اسمه إكس 2 مينس آي وي 2 هغير أشارت اللي في النص أشارت الآي يعني أشارت الآي اللي فيه آي هو لا هيتغير هدرب بسطو مقام في مرافق الآي في مرافق المقام تمام كده طيب أما يجي أدرب بسطو مقام في مرافق المقام نجي ندرب بقى المقامين في بعض أنا عندي إيه X2 plus I Y2 في X2 minus I Y2 والبسط X1 plus I Y1 مضرب في X2 minus I Y2 وهندربه مع بعض كده عود بالراحة الأول أدرب الموجودين في البسط يلا كده ندرب مع بعض مش ده عدد تخيولي وده عدد تخيولي أولتنا والتاني ضرب العدد التخيولي عبارة عن إيه عدد تخيولي جديد عبارة عن إيه عبارة عن جزء حقيقي زائد I من جزء تخيولي بيجي من هنا الحقيقي من ضرب حقيقي العدد الأول في حقيقي العدد التاني يعني X1 X2 ويجي من هنا تاني ويجي من ضرب تخيولي العدد الأول في تخيولي العدد التاني هناك اسمه I Y1 وهنهوض بإشارته بقى ناقص I Y2 موجب في سالب بسالب I في I بأي تربيع أي تربيع بسالب واحد هتحولها لداية موجب Y1 في Y2 طيب زائد I في الجزء التخيولي يجي من هنا الجزء التخيولي بيجي من ضرب حقيقي العدد الأول في تخيولي العدد التاني طيب حقيقي العدد الأول اسمه X1 في تخيولي العدد التاني بغضوه بإشارته يا شباب خدوا بالكم اسمه ناقص I Y2 يبقى أخد كده هوت هيبقى ناقص X1 Y2 والI برها بعد كده يجي من هنا تخيولي تاني من ضرب تخيولي العدد الأول في حقيقي العدد التاني يعني i y y 1 في ال x 2 هيبقى زائد x 2 y 1 أرجع أضرب المقامين في المقام اللي اتنين دول في بعض عدد تخيلي يتضرب في المرافق بتاعه تعالوا كده نشوفوا النتيجة المفروض ضرب عدد مركبة عبارة عن عدد مركب جديد هيبقى عبارة عن جزء حقيقي زائد i من جزء تخيلي تعالوا نشوفوا النتيجة ايه x 2 في ال x 2 بال x 2 square x 2 square طيب بعد كده عدد يجي منين تاني جزء الحقيقي من ضرب التخيلي هنا في تخيلي هنا plus في minus ب minus i في ال i بال i square i square ب minus 1 تحاولي دي موجب y 2 في y 2 y 2 square تمام كده طيب الجزء التخيلي هيجي منين هيجي من ضرب الحقيقي هنا في تخيلي هنا x 2 في minus i y 2 اهي اجي منس x 2 في y 2 وبعدين وإيه كمان وتخيلي العدد الاول في حقيقي العدد التاني i y 2 في ال x 2 يبقى plus y 2 في ال x 2 الله دي نفسها x 2 y 2 و x 2 و y 2 بس جيبوا الموجب جيبوا ناقص يبقى نجي كده تبقى ب ايه تبقى ب zero يبقى حاصل ضرب عدد في المرافق بتاعه بيديني ضرب الحقيقي في الحقيقي والتخيلي في التخيلي بس كده يبقى هيديني الناتج اللي ايه الجزء ده كده هوت بس طيب ايه عندي بعد كده هوت ايه ابدأ نكتب كده هوت الكونجو جيت احنا دلتش استخدمنا كلمة الكونجو جيت الكونجو جيت بتاع العدد اللي هو بيسمى ايه نيجي نكتبه قدت نقول كل اللي انا عملته عملت ايه غيرت اشارة الجزء ايه الجزء التخيلي ده اللي انا غيرت ايه غيرت اشارته طيب عندكم بند كده هوت في الكتاب انتو هتبقوا تذكروا مع نفسكم انكم تشوفوا البروبيرتس شوفوا مجموعة البروبيرتس تبدأوا كده تشوفوا البروبيرتس مجموعة من البروبيرتس على الكمبليكس نمبرز ديت موجودة في الكتاب وديت انتو هتذكروها لايه هتذكروها لوحدكم طبعا البروبيرتس على الكمبليكس نمبرز يعني البروبرتس دي هنلاقيها على العدد المركب Z وعلى الكنجيوجيت كمان البند ده كده هوت أنا هسيبه عليكم كده هوت هومورك هو موجود فين؟ موجود في الكتاب الشرح بتاعه بإكسرسايزز برضو عليه تمام كده؟ طيب لو أنا عايزة مثلا أطبق الكلام اللي احنا أخدناه دلوقتي ده وأديكم كده إجزامبل صغير كده هوت ونقول إجزامبل 1 وبنقول هنا هوت find Z1 plus Z2 Z1 minus Z2 Z1 multiply Z2 Z1 over Z2 4 Z1 equal 2 plus 3i Z2 equal 5 plus 6i تمام كده دول عددين مركبين ورقة دي كتنمبر 4 دول عددين مركبين العددين المركبين دولة عايزة أطبق عليها الـ operations اللي أنا درستها نيجي نقول هنا هوت السليوشن بتاعي أول حاجة Z1 plus Z2 أبدأ أجمع 2 plus 3i ده العدد الأول plus 5 plus 6i بنجمع إزاي؟ قلت بجمع حقيقي زائد حقيقي نهي 2 plus 5 plus i تخيلي زائد تخيلي يعني 3i plus 6i خدت الأي مشترك يبقى 3 plus 6 يبقى ناتج الجامع 7 plus 9i طيب Z1 minus Z2 2 plus 3i minus 5 plus 6i بنطرح إزاي؟ حقيقي ناقص حقيقي وبعد كده هوت زائد i تخيلي ناقص تخيلي التخيلي على بعض كان اسمه 3i minus 6i أخدت الأي بره يبقى لي 3 minus 6 2 minus 5 minus 3 3 minus 6 minus 3i طيب بعد كده هوت عندي إيه تاني؟ عندي Z1 multiply Z2 حط الرقمين جامع بعد كده 2 plus 3i 5 plus 6i واللي اتنين multiply في بعض تقول تحاصل دار بأي عدد مركب هو عدد مركب جديد زي هنا برضو addition بتاع 2 complex numbers هو complex number جديد subtraction of 2 complex numbers هو complex number جديد multiply برضو of 2 complex numbers برضو هو complex number جديد طيب شكله إيه complex number؟ جزء حقيقي زائد i في جزء تخيلي أنا في الجامعة والطرح كنت بجمع حقيقي مع حقيقي وتخيلي مع تخيلي تمام كده؟ أو الطرح أطرح حقيقي من حقيقي وتخيلي من تخيلي طيب الضرب برضو ماجه أضرب الاتنين عدد مركب في بعض هنقول الناتج الضرب هو عبارة عن جزء حقيقي زائد i في جزء تخيلي هيجي من ضرب حقيقي هنا في حقيقي هنا يعني اتنين في خمسة اللي هي بعشر تمام كده؟ بعد كده هوت وضرب ويجي من نين تاني يجي من ضرب تخيلي في تخيلي ثري i ملتبلاي سكس i ثري ملتبلاي سكس ايكول اتين وi في i بقى i سكوير i سكوير بمينس ون طيب بعد كده عندي ايه تاني؟ زائد ال i هيجي من هنا الجزء التخيلي من حقيقي هنا العدد الأول في تخيلي العدد التاني يعني عندي نات كام؟ تو ملتبلاي سكس 12 ويجي من هنا تاني 3i في 5 ال i بره 3 ملتبلاي 5 15 تمام كده؟ نبدأ بقى ايه؟ نجمع دول مينس 8 بلس 27i ننتج الضرب وهو كمان عدد ايه؟ عدد complex number طيب z1 over z2 equal 2 plus 3i 5 plus 6i قلنا عشان نقسم الاسمة division بتاعتي هيبقى عبارة عن ايه division بنضرب مين؟ بنضرب في مرافق المقام احنا خدنا بقى الكونجيوجيت الكونجيوجيت اللي هو مرافق الكونجيوجيت ده عبارة عن ايه؟ قلنا بنغير اشارة بتاعت الحد اللي فيه ايه اللي فيه ايه يعني هنا هوا تندرب بسط ومقام في 5 minus 6i 5 طيب نبدأ كده هوا تندرب نقول ايه؟ زي ما قلنا كانت المقامين ده عدد في المرافق بتاعه بيجي منين بيجي من ضربة حقيقة وتخيله في تخييلي حقيقة الخمسة في خمسة ايه الـ 25 6 الهي ب 36 الهي 36 والاي في الاي بالاي تربيع الاي تربيع بسالب واحد في السالب جيد بقت موجب تمام كده؟ وانتوا ممكن تقدروا تعملها بالراحة كده وتقولنا حقيقة في حقيقي وتخييلي في تخييلي حقيقي في حقيقي بخمسة وعشرين تخييلي في تخييلي 6i multiple i minus 6i plus minus minus 6i 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 i في الاي بالاي square i square minus تيجي على الماينس اللي كانت هنا بقى حاول تاني موجب طيب حصل ضرب عدد في المعدد سوري في اي عدد تاني جزء حقيقي plus i في الجزء التخييلي الجزء الحقيقي بيجي منين؟ بيجي من ضرب حقيقي في حقيقي وتخييلي في تخييلي طبعا عندي نط إشارة الاي في الاي بالاي سكوير هتخليها لديت موجب وعندي نط 3 في 6 18 تمام كده؟ plus i طيب الجزء التخييلي يجي منين؟ بنحقيقي العدد الأول في تخييلي العدد التاني يبقى minus 12 والاي بر 3i في الفايف اللي هو تخييلي العدد التاني في حقيقي العدد الأول بنيبقى 3 5 قلنا 15 وقضي كدهات عندي الاي البلاس يبقى الناتج هنا هوت هيبقى آآ بلاس 3i over آآ تمام كده؟ طيب قدينا كدهات حدنا مع بعض التطبيق على على الاي على آآ 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 تمام كده؟ زي ما قلنا ان انا عندي آآ على الكمبلكس نمبر والكونجوجيت دي موجودة عندكم في الكتاب طيب آآ اخدتوا بعد كده هوت في الكمبلكس نمبر اخدتوا ايه؟ اخدنا الجيومتريك ريبريزنتيشن اخدتوا في الكمبلكس اخدتوا في الكمبلكس وجينا قلنا الجيومتريك ريبريزنتيشن يعني يعني تمثيل الهندسي الكمبلكس نمبر زي كومبلكس نمبر زيد ايكوال اي بلاس اي او اكس بلاس اي خلينا زي ما احنا كده اكس بلاس اي وي او الا بلاس اي بي مش هدفر في المستوى المركب بيمثل العدد المركب بنقطة ولو جينا اخدنا كده محاور الاحداثيات بتاعتي ده محور اكس وده هات محور واي وقلت عندي النقطة ديت هو الزيد اللي هو شكله ايه؟ شكله اكس سمول بلاس اي واي سمول العدد ده هو الكمبلكس نمبر فبنقول the complex number زيد ايكوال اكس بلاس اي واي is represented by a point بيتمثل بنقطة in the complex plane الكمبلكس بين اللي هو اكس كابتال واي كابتال ده كده الكمبلكس بين اكس كابتال واي كابتال بيتمثل بإيه؟ بيتمثل بنقطة تمام كده؟ طيب بيبعد مسافة قدرها كام من محور اكس وبيبعد مسافة قدرها كام من محور واي بيبعد مسافة قدرها x small من محور y و y small عن محور x اهو لان ايه لان المسافة دي مناظرة لمحور x يبقى كيني باخد حتة من محور x ليه x small والمسافة دي اتمناظرة لمحور y بقى باخدها حتة صغيرة من محور y ليه الايه اللي هي بتسمى ال y small اللي هي بتسمى ايه اللي هي بتسمى ال y small تمام كده طيب برضو بنقدر ان احنا نكتب العدد المركب على صورة زوج مرتب اللي هو الايه اللي هو الاكس والايه اللي هو الاكس والواي ومن دي بنقدر ان احنا نشوف مع بعض البولر كورجينيتس ايه البولر كورجينيتس اللي هي الاحداثيات القطبية الاحداثيات القطبية اللي هي الارول سيتا فبنيجي نقولها نهوت علشان اعرف البولر كورجينيتس بنيجي نقول ايه بنيجي نقول زي بولر زي بولر كورجينيتز ار هم ايه هم الار والسيتة هوير الار اسمها الموديلس is the modulus is the modulus of complex number مقياس العدد المركب والسيتة is the argument السعة بتاعت الايه of complex number سعة العدد المركب يبقى بنعرفه الار والسيتة للعدد الايه للعدد المركب ومنها بيحض البولر ريبريزنتيشن البولر ايه البولر ريبريزنتيشن هشوف التمثيل ازاي الصورة القطبية البولر ريبريزنتيشن او التمثيل القطبي للعدد المركب انا عندي زي ايكول اكس بلاس اي واي ده عدد مركب في الصورة ايه كارتيزية كارتيزيان كارتيزيان فورم كارتيزيان فورم of complex of complex number عايزة اشوف اطلع منه البولر ريبريزنتيشن او البولر فورم البولر فورم يبقى هناخد الاس ايكس ايكول ار كوزين سيتة والواي ايكول الار من السين سيتة واقول ان الزد ايكول ار اما حط قيمة الاكس اشيل الاكس واحط ما كانت قيمتها ار كوزين سيتة زائد الاي في الار سين سيتة اخد الار مشترك هيتبقى لي ار في كوزين سيتة زائد الاي من السين سيتة كل اللي عملته عودت بقيمة الاكس والواي في الصورة الكارتيزية كونت صورة جديدة الصورة ديت اللي هي اسمها البولر فورم of complex number of complex number تمام كده طيب عرفنا of complex number يتبقى أشوفه أحسب R قيمتها بكام والC قيمتها بكام بيقولك R هي عبارة عن إيه إحنا قلنا إنه عبارة عن الموديلس الموديلس بتاعتها موديلس يعني أهو مقياس العدد Z يعني مقياس X plus IY المقياس ده بيتفك بالمربع الحقيقي زائد مربع التخيلي والصورة دي كده هوت الصورة تسمى الصورة الإيه تسمى اللي هي الموديلس قيمة الموديلس يعني بتاعت of Z طيب L سيتا عايزة أشوف L سيتا اللي هي عبارة عن إيه L سيتا دي هي عبارة عن الارجيومنت قلنا بتاعت مين بتاعت الزد قيمتها بالتان مينس ون للY على الإكس قيمتها بكام بتان مينس ون مع الإكس أهي جات منين جات من هنا أجي المحاور X كابتل والY كابتل واجي العدد المركب بتاع الزد قلت أنا هوت عندي بيبعد عن محور Y مسافة قدرها Y طيب والموديلس اللي هو الار أهو أجي الار بيساوي الموديلس بتاع مين بتاع الزد الزاوية دي طبعا تسعين درجة وأجي السيتا بتاعتي وأجي الزاوية سيتا الزاوية سيتا ماشية من محور X وماشية كده آه ماشية كده شايفين التجاسة ماشية كده طيب لو أنا جيت وأخدت وقلنا كده هوت التان سيتا فاكرين التان لما كانت عبارة عن مقابل على مجاور طبعا دي كانت X سمولة المقابل هو مين المقابل لزاوية سيتا الواي طب والمجاور لزاوية سيتا اللي هو الـ X يبقى أصبح سيتا عبارة عن إيه عبارة عن تان مينس ون للواي على مين للواي على الـ X يبقى أنا كده هوت عرفنا عرفنا البولر كورجينيتس اللي هما الـ R والسيتا عرفت قلت مين هما البولر كورجينيتس هما الـ R والسيتا مين هي الـ R يعبارة عن المودلس بتاعة العدد المركب الـ Sita الـ Argument اللي على العدد المركب شفنا البولر طبعا احنا من ساعة ما بدأنا على الـ كومبليكس ننبرز كنا بنشوفه الأعداد المركبة في صورة زد بإكوال الـ X plus Y أو الـ Ordered Bear X و Y ديات الصورة G اسمها الكارتيزين فورم هطلع منها الصورة اللي اسمها البولر فورم الصورة عن طريق التعويض لأن الـ X بالـ R كوزين سيتا والـ Y بالـ R سين سيتا لو عودت في الكوارتيزين فورم هطلع الصورة بتاعة البولر فورم طيب مين الـ R والت قلت الـ R هو المودلس للعدد زد بيجيز زي المودلس لعدد زد او مودلس لعدد زد اخدت الموديلس على الاكس بلاس اي واي. الموديلس ده المقياس بيتفك بالجازر سكوير روت او في المربع الحقيقة زياد مربع التخير. يقول سيتا الارجومنت بتاعت الزد عبارة انتها ما يناس وانواعي على الاكس وجبته لكم من الايه من محاول الاحداثيات ومن الرسمة. لو جينا قلنا بعشان نشوف اجزامبل على الكلام ده كده تقدي اجزامبل تو. اجزامبل واي 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 وا تبقى بكام تبقى بواحد. ابدأ اقول العشان اجيب الصورة القطبية لازم اكون حافظة الصورة القطبية ليه شكل الار كوزين زيتا بلاس اي ساين زيتا. لازم اكون عارفة الار. طب اجيب الار من اين? الار بتاعتي اللي هي عبارة عن الجزر التربيعي تربيع مربع حقيزة مربع التخيولي. هتبقى عبارة عن ايه? هتبقى جزر طو. طيب السيتا عبارة عن ايه? تان مينس ون للوي على مين? على الاكس. اللي هي تان مينس ون. ون اوفر ون. هتبقى تان مينس ون ون. لو جبتوا على الحزب هتطلع الزاوية اسمها ايه? اسمها خمسة واربعين. يبقى الزدة هتبقى عبارة عن ايه? افتح قوس كوزين سيتا زائد الاي من الساين سيتا. ديت البولر فورم اللي هو عايزني اطلع هالو. العدد المركب اللي في الكارتيزيان فورم اللي عاتيهولي. هتبقى الار اللي هي سكويروت افتو. كوزين خمسة واربعين بلاس اي من ساين خمسة واربعين. ادي كده السؤال. خلص. ناخد مسألة تانية كمان كده. اكزامبل تلاتة. وبرضو بيقولي ان هوت ايه? فايند البولر فورم اف زد ايكول سكويروت اف سري بلاس اي. ادي السوليوشن. ناخد نهوة الاكس. اطلع الاكس من العدد المركب. هتبقى بسكوير روت اف سري. والواي اللي هي مضروبة في الاي ديت. اللي هي معامل واي معامل اي يعني اللي هي الواحد. تمام كده? طيب نبدأ نجيب الار اللي هي سكوير روت اف اكس سكوير بلاس واي سكوير ايكول. جزر ايه دي تبقى سري بلاس وان جزر فور اللي هي بتو. طيب سيتا تان مينس وان للواي على الاكس. اللي هي تان مينس وان. واي اوفر جزر ايه? جزر تلاتة. الزاوية جيت اللي هي تجبع الحزب هتطلع بتلاتين. تمام كده? هوا تيبقى الزد ايكول الار كوزاين سيتا بلاس اي من ساين سيتا. هتبقى تو كوزاين تلاتين بلاس اي من ساين تلاتين. طيب لو جينا خدنا اجزامبل كمان وبيقولي برضو انا هوا تفايند البولر فورم اوف زد ايكول سري مينس سري اي. هنا 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 هطلع الاس لما يجي اقارن الزد بتساوي الاس زد الاي واي هطلع الاس تبقى تلاتة. والواي بسالب تلاتة اخدها باشارتها. والواي بسالب تلاتة اخدها باشارتها. الار الجزر التربيه الاس سكوير بلاس واي سكوير اللي هي جزر اه دي نين بلاس نين اه هتطلع كم د? سري ب tongs طيب السيتا تان مينس ون للوي على الاكس اللي هي تان مينس ون سالب تلاتة على تلاتة هقف عند داية وممكن نقوم تجبوه على الالحاس بمرة واحدة وممكن احنا نشغل عقلنا شوية نشغل علينا نقول ايه؟ انا عندي نهوة الاكس مجابة والوي سالبة في المسألتين اللي فاته كانت الاكس مجابة والوي مجابة هنا هنطبق نظام الاربع اللي وانتوا كنتوا فاكرينه في السنوية العامة دوت الربع الايه؟ الربع الاول بدقين الزاوية بتاعتي من الزيرو بعد كده هو التسعين بعد كده هوت مية وتمانين بعد كده هوت كام ميتان وسبعين ونرجعه للايه لتلتمية وستين ده الربع الاول دوت الربع التاني دوت الربع التالت دوت الربع الايه؟ الربع الرابع لو انتوا فاكرينه كان دوت في السنوية العامة طيب هنا كنت باخد السيتا الزاوية بتاعتي او الاكس والوي اسفل الاكس والوي اللي اتنين مجابين اللي اتنين مجابين يبقى باخد السيتا زي ما هي لكن انا هوت انا عندي الاكس اخدت الجزء السالب يبقى الاكس نيجيتف والوي هي اللي بوزيتف يبقى بعمل تحويله مية وتمانين ناقص سيتا طب هنا هوت عندي الاكس نيجيتف والوي نيجيتف يبقى التحويله مية وتمانين بلاس سيتا طب في الربع الرابع انا عندي الاكس الجزء المجاب اما محور اكس اليه مجاب والوي الجزء الايه الجزء السالب اليه النيجيتف يبقى السيتا بتاعتي هتتاخد 360-SETA السيتا الجديدة تبقى 360-SETA يبقى أنا عندي نهود سيتا بتاعتي دي وقعت في الربع الكام ال-X مجابة وال-Y سالبة يبقى وقعنا في الربع الرابع يبقى 360-TAN-1 للقيمة المجابة عين السالب بقى عين السالب يبقى التحويلة دي يقام بتجمرة واحدة لأحزب يقام بتشغل عقلك فاكر الاربع اهو دي تلقينا ال-X مجابة وال-Y سالبة لقيتها وقع في الربع الرابع مدامه وقع في الربع الرابع يبقى التحويلة اللي بعملها اسمها 360-TAN-1 للقيمة المجابة وال-2 الإشارة يعني 360-TAN-1 للواحد يعني 360-45 اللي هي كام؟ اللي هي 335 تمام كده؟ 300-15 300-15 300-15 طيب يبقى شكل الزد بتاعتي هيبقى عبارة عن ايه؟ هيبقى عبارة عن ال-R او افتح قوس كوزين سيتا بلس I من سين سيتا باكتبر القانونش نعود فيه شو مطلق بطش ال-R بكام ال-R عندي بسري جزر آآ كوزين 315 زائد 315 تمام كده؟ هكتب لكم بقى كزا مسألة بالفكرة دي كده هوت وانتو ايه؟ هتبقوا تحلوها في الايه؟ في الهومورك دي اجزامبل 5 اول حاجة بنقول لنا هوت اف الزد 1 equal 2 plus I زد 2 equal 1 minus 2 I زد 3 equal 5 plus 3 I find زد 1 زد 2 ملتبلي زد 2 زد 1 plus زد 2 زد 1 over زد 2 plus زد 2 over زد 3 زد 1 square plus زد 3 اجزامبل 6 find البولار form of زد equal دي اول واحدة زد equal 2 plus 2 I الثانية زد equal minus 1 minus I طبعا الاشارات نشوف بقى هنا الاحسس سلابة والويسة اللي بوعف اني ربع او ربع او ربع التالت يبقى التحويل اللي بعملها 180 زائد القيمة الايه؟ القيمة المجابة عيني الاشارة بقى واحط واعود بالايه؟ بالقيمة المجابة تلاته تلاتة زد ايكول جذر تلاتة زائد اي نمبر فور زد ايكول وان ماينس اي بنفس الفكرة بالضبط تحل له نفس الايه؟ نفس المسائل يعني هناك عن جواين من مينس اي الاكس بمجابة والوي سالب الاكس بواحد والوي بسالب واحد وعفين الاكس بمجابة والوي سالب اي برضو في الربع الرابع 360 نقص 2 مينس 1 القيمة المجابة لما تجيب الار والسيتا بتاعتك تمام كده واتعودوا في الاي في الصورة بتاعت البولار فورم كده ادي عندي سؤالين دولت على اللي احنا اخدناه لغاية دلوقت طيب طبعا نحيلوا السؤالين اللي فاتوا دول في الاي في الواقب هناخد الاكس بونانشيال الاكس بونانشيال فورم الاكس بونانشيال فورم of a complex number الصورة الايه الصورة الاستية للcomplex number انا عندي زد ايكوال r e os i سيتا دي كده اسمها ايه تسمى الصورة الاستية نفس الكلام هجيب الار و هجيب السيتا ونعوض في الصورة دي يبقى احنا كده كونا العدد المركب احنا كنا اخدنا احنا كنا اخدنا مع بعض ان لو اعطيني الزد ايكوال one plus i تمام كده ها يقول لي find the complex number in the exponential form عايزوا في الايه في الاخس بونانشيال فورم نفس الكلام بالضبط ادي السليوشن بتاعي هنيجي نجيب ايه هنقول ان الزد بتساوي one plus i هقارنها بالx وال y يعني الزد بقارنها بال x plus i y هتبقى ال x بكان بواحد وال y بكان بواحد والr بكان بال square root x square plus y square بقى equal square root of two ال c تعبار عن ايه tan minus one لل y على ال x هتبقى tan minus one one over one اللي هي tan minus one one اللي هي 45 تمام كده طيب جيت الزاوية يبقى الزد في الصورة القصية r e plus i c تعود بقى ال r اللي هي بكام اللي هي square root of two e plus i في الزاوية اللي هي 45 بقى 45 i بس كده نفس الفكرة بالضبط هنطبق عليها يعني example eight هنطبق عليها برضو بنقول لنا هوات if اذا كانت الزد equal السؤال اللي انا كنت تعطيته لكم قبل كده one minus i والزد equal جزر three plus i والزد equal ثلاثة minus ثلاثة i والزد equal minus one minus i بيقول لي انا هوات find the exponential exponential form of z عايز exponential form of z ده انا برضو هسيبوهم مورك زي بالضبط اللي شؤالين اللي انا كنت سيبتهم مكتبش عليهم كلمة هم مورك اهو زي ده كده انا سيبوهم مورك وده برضو ايه سيبوهم مورك عشان تمرن ايه ده طيب بعد كده هوات لو انا عندي z one equal في الصورة القطبية r one cosine cita one plus i من sine cita one والزد two equal r two cosine cita two plus i من sine cita two then z one multiply z two equal ازاي اضرب عددين مركبين في الصورة القطبية اضربهم ازاي اضرب 2 مقياسين في بعض المقياس الاولين في المقياس التاني والزواية اجمعها هتبقى cosine cita one plus cita two زائد i من sine cita one plus cita two يبقى عملت ايه ضربت المقياسين وجمحت الزواية يبقى عند الضرب العددين المركبين في الصورة القطبية بعمل ايه في المقياسين بضربهم طيب وبعمل ايه في الزواية بجمعهم طيب بنترح الزواية بنترح الزواية مع بعض الورقة دي كانت رقم seven الورقة number eight ناخد كده هوت ايه example كده هون ونقول number dkam number nine نقول هنهوات if z1 equal square root 2i z2 equal one plus i find z1 multiply z2 z1 over z2 طيب المفروض ان انا عايز اعمل ايه عايز اقسم الاتنين على بعض لكم الحرية الاختيار يا اما تضربوا الاتنين زي عددين مركبين عادين زي ما اخدنا في بداية المحاضرة او انكم تقسموهم عادي خالص زي عددين في الصورة القرتي زي يا اما ان انا اقدر ان انا احولهم للصورة الايه للصورة القطبية لو جيت حولت العددين في الصورة القطبية اول عدد اسمه z1 اسمه square root 2i هنا x equal مفيش x اصلا لان ال x ده جزء الحقيقي real part of complex number يبقى equal 0 طب ال y اسمها x1 وال y1 لان العدد اسمه زدوان ال y1 ال y1 square root of 2 ال r1 equal square root x1 square plus 1 y1 square طب وصيتا 1 tan minus 1 y1 over x1 tan minus 1 square root of 2 over 0 لو جبتوه على الحزبة هتطلع 90 تمام كده طيب يبقى الزدوان في الصورة القطبية r1 cosine c1 plus i من sine c1 equal square root of 2 cosine 90 plus i من sine 90 تمام كده طيب دي الصورة الايه دي كده هوت اللي هي كانت بولر بولر الصورة القطبية والزدوان لو جبناها برضو في الاكسبونانشال فورم كمان r1 e اس i c1 اللي هي square root of 2 e i أو 90i تمام كده ادي الصورة القطبية ودي كده هوت اللي هي اللي هي الاكسبونانشال فورم طيب أنا كده هوت جبت العدد المركب الموجود قدامي في الصورة القطبية عايزة أجيبه بقى دلوقتي في الصورة الايه عايزة أجيب العدد التاني هو كمان في الصورة القطبية طبعا احنا كنا لسه جايبين دلوقتي برضو زد 2 اللي هو كان شكله one plus i ده كنا لسه جايبين له الزد 2 في الصورة القطبية. ابقوا راجعو احنا جبناي برضو جبنا له الاروة جبنا له السيتا. وجبنا الزد تو في الصورة القطبية. طلع شكله. خمسة واربعين بلاس او من صين خمسة واربعين. تمام كده? ادي الايه? ادي الصورة القطبية التانية. طيب. هو دلوقتي عايز نجيب ايه? زد وان ملتيبلاي زد تو. والزد وان اوفر زد تو. انا حولتهم للصورة القطبية. وطبعا الصورة القصية عندي نات برضو جزر اه اه اوس اه خمسة واربعين او. تمام كده? طيب. اه قلنا انا هوت لو انا عندي عددين لسه اخذيني ملحوظة. لو انا عندي عددين في الصورة القطبية اقدر ان انا اضرب العددين في بعض. وناتج الاضرب بتاع العددين اللي في الصورة القطبية هيطلع عليه برضو ايه? اه عدد جديد. بجيبه من هنا العدد الجديد. بضرب. طبعا ادي ده. اهو. هحط عليه دائرة كده اهو. اهو اعلم عليه. والزد واحد برضو انا جبته وهاعلم عليه كده. قلنا ادي العدد الاولين يودع العدد التانية. لما بيجي بضرب الاتنين في بعض بضرب المقايسين في بعض. فجزر اتنين في جزر اتنين تبقى باتنين. والزاوية بعمل فيه ايه? بجمحها. بقت كوزين تسعين زائد خمسة واربعين. زائد اي من الصين تسعين زائد خمسة واربعين. تمام كده طيب لما اجي اقسم بنقسم الايه المقياسين على بعض والزوايا بعمل فيها ايه بترحم بقى التسعين ناقص خمسة واربعين زائد الاي من سين تسعين ناقص خمسة واربعين انا كده طبقنا الفكرة اللي هو ايه اللي هو عطيها لي قال لي لو عندك عددين في الصورة القطبية اقدر ان انا اضرب العددين دولت في بعض ان انا اضرب المقياسين في بعض واجمع الزوايا لو اقسم عددين في الصورة القطبية على بعض بأسم المقياسين وبطرح الزوايا وأخذنا لأن الكلام ده كله اعتبر وأخذنا برضو اللي هي نظرية ديموافر اسمها إيه؟ اسمها ديموافر's serum نظرية ديموافر بيقولي إيه نظرية ديموافر بيقولي لو عندي Z equal R cosine theta plus I sine theta يعني is a complex is a complex number فأنهي صورة in polar form في الصورة القطبية زين الناتج أن أنا أقول أقدر أرفع الزيد ده القس N هيبقى الـ R قس N في cosine theta زائد الـ I من sine theta قس N وهلاقي إيه؟ وهلاقي إن الـ N دي اللي في القس دي تتضرب في مين في الزاوية يبقى الـ I من sine theta يبقى الفكرة بتاعت ديموافر عامل إيدي موافر؟ قال إن لو عندك قوس في cosine theta زائد I sine theta ومرفوع القس N هلاقي إن الـ N تتضرب في مين؟ هلاقي الـ N تتضرب في الزاوية طيب لو أنا جيت طبقت النظرية ديت على المسألة اللي إحنا لسه أخذينها دلوقتي مع بعض أطبق عليها أقول إيه؟ أطبق عليها أقول إيه؟ دي كانت رقم تمانية رقم تسعة نيجي نقول هنا هوات depending on example كنا إحنا كاتبين الـ example كان كام example 9 طيب نقول هنا هوات إيه؟ find احنا دلوقتي او ادي بتاعي. تمام كده? ولو سمينا الاكزامبل دوت نمبر تن. طيب احنا جبنا زد واحد اوبر زد تو. زد واحد اوبر زد احنا جبناها كان شكلها ايه? زد واحد اوبر زد تو. اقوى. كوزين بلاس او من خمسة واربعين. تمام كده? طيب انا دلوقتي عايز اجيب مين? عايز اجيب زد وان. اوبر زد تو الكل باور سيكس. تمام? بقت كوزين. خمسة واربعين. بلاس او من ساين. خمسة واربعين. الكل دي باور كام? باور سيكس. اقوى من نتيجة اعمل ايه? اطبق على دي موافر. دي موافر بتقولي ايه? بيقولي ادرب السكس في مين? في الزاوية. زي ادل او من ساين. ادرب السكس الباور دي في مين? في الايه? في الزاوية. خلاص يبقى انا كده هوت جبت ايه? جبت القيمة بتاعت زد وان اوبر زد تو. ولو جيت وحسبتوها على الالة الحسبة نضرب الستة في خمسة واربعين. نضرب الستة في خمسة واربعين ونجيب الكوزين لها ونجيب الصين برضو لها. الناتج وبتأكدوا منه ويطلع مينس ايه? في الاخر كده هيطلع مينس ايه? هيطلع مينس اي. نديكم كده اكزامبل برضو تحلوه مورك. ده كده هوت همورك. نكتب كده ونقول ايه? هو عطيهاي لي بقى على طول الاعداد الجهزة في الصورة القطبية. انتم مش هتتابعوا نفسكم في الايه? في كتابتها في صورة القطبية. كوزين باي على الاربع. زائد الاي من صين باي على الاربع. هي الاي يجيب كم? بمية وتمانين? ولا محدش عارف ان الباي بمية وتمانين? طيب اجي كوزين باي اوفر سري بلاس اي من صين باي اوفر سري z3 equal cosine by over 6 زي اضعي من sine by over 6 وبيقولي انا هوات ايه بيقولي find z1 power 6 z2 power 5 مضربين في بعض over z3 power 4 كل اللي انت هتعمله هتعمل ايه كل اللي انت هتعمله هتجيب z1 over 6 الوحدة تمام اللي هي cosine by over a4 plus i sine by over 4 كل بقى باور كان باور 6 هتطبق عليها مين هنطبقوا النظرية بتاعت جيم ويفر بيقولي ايه جيم ويفر بيقول ان الباور 6 دي تتضرب في مين في الزاوية بقت cosine 6 by over 4 زي اضعي من sine 6 في by over 4 دي equal cosine 3 by over 2 plus i من sine 3 by over 2 طيب بالمثل z2 power 5 انتو بقى هتجيبوها وتتأكدوا من الحال هتطلع cosine 5 by over 3 زائد i من sine 5 by over 3 عملت ايه مسكت z2 وكلها رفعتها القسطة 5 الخمسة تضربت في الزاوية طلعت لقيمة G والزد تلاتة power 4 هتطلع cosine 2 by over 3 plus i من sine 2 by over 3 تمام كده يئما الزاوية تجيني بالبي كده يئما الزاوية تجيني بالايه آآ بالتقدير الايه الستين آآ الدائري تمام كده طيب بعد كده هوت ايه انا جده جهست الثلاتة دول مع بعض زد 1 over 6 زد 2 over 5 زد 3 over 4 هتبدأ انتوا تعملوا ايه هتجيبوا الزد 1 over 6 مضروبة في مين في زد 2 over 5 تمام كده طيب هنجيبها هنجيبها ازاي لما اجي اضرب الاتنين دول احنا قلنا عندي اعداد في الصورة القطبية ايه وايه الاعداد اللي في الصورة القطبية لما باجي بضربهم بندرب بنعمل ايه بندرب المقياسين في بعض طيب المقياس بتاع ده بواحد والمقياس بتاع ده بواحد خلص يبقى ناتج واحد والزوايا بعمل فيها ايه عند الضرب عند الضرب بعمل ايه في الزوايا بجمع الزوايا يبقى هنجمع اللي هي آه 3 by over 2 3 by over 2 دي دي 3 by over 2 وهنجمع دي وخمسة by over 3 او 3 by over 2 بلس خمسة by over 3 هنجمعها زائد i من الزاين 3 by over 2 بلس خمسة by over 3 طبقت ايه طبقت الفكرة اللي كان بيقولي لو عندك اعداد قطبية اعداد في الصورة القطبية اعداد مركبة في الصورة القطبية بتقدر انك انت تضرب العددين المركبين في بعض ان انا اعمل ايه في الزوايا في المقاييس بضرب المقاييسين في بعض طب المقاييس نهوت بواحد او المقاييس نهوت بواحد تمام كده المقاييس نهوت بايه بواحد واعمل ايه في الزوايا واجمع الزوايا عشان كانت جامحة ثلاثة by over 2 بلس خمسة by over 3 جمعنا الايه جمعنا اللي اتنين دول كده طيب واعمل ايه كمان الاول نطلع دي نطلع الصورة بتاعت دي هات كده هات الاول يبقى z1 over 6 z2 over 5 equal cos ما جينا نجمع الزوايا تجمعهم تطلع 194 على الستة زائد i من sign 194 على الستة طيب فاضي لي اخر حاجة اعمل ايه اقول z1 over 6 z2 over 5 sorry power 5 over z3 over 4 طيب اهو هنحط كده هات العدد الاولاني اللي هو 194 على الستة زائد i من sign 194 على مين على الستة هقسموا على مين على العدد اللي انا كنت جايباه اللي هو زد تلاتة قصة اربعة اللي هو بكام اللي هو ده كوزين 2 by على التلاتة اهو كوزين 2 by على التلاتة زائد i من sign 2 by على التلاتة طيب ده عدد في الصورة القطبية وده عدد في الصورة القطبية لما باجي بأسم اللي اتنين على بعض بعمل ايه في المقياسين بأسمهم وبعمل ايه في الزوايا بترحم هتبقى كوزين 19 by على الستة ناقص 2 by على التلاتة زائد i من تسعتاشر 10 by على الستة ناقص الاتنين by على التلاتة يبقى الناتج دوت لو جينا واحدنا المقامات هيتطلع 15 by على كام على الستة زائد i من 15 by على الستة لو جينا اختصرنا على التلاتة وعلى التلاتة هتبقى 5 by على الاتنين ادي كوزين زائد i من 5 by على مين على الاتنين على الالحظ بتشوفوا قيمة جيب كام وتشوفوا قيمة جيب كام الناتج هيتطلع i وتأكدوا منها طيب قديني حالتها هيت ما تسابتش واجبها يبقى انا عملت هنا ايه طبقت نظريت جيموافرا وطبقت الفكرة اللي بتقول لي ضرب الاعداد المركبة في الصورة القطبية بضرب المقياسين في بعض وبجمع الزوايا اسمتهم بطرح المقياسين من بعض على بعض وبطرح الايه وبطرح الزوايا ايه اديكم بقى انتوا سؤال اكسرسايز ده تحلوه في الهومورك ادي كده هوت 11 ده كده هنسيب او ده 12 ده 12 تمام كده ده 12 لان احنا خلاص يعتبر حلينا ده انتوا بس هتكملوا حاجات بسيطة هتجيبوا زد 2 او باور 5 هتحسبوها صح وزد 3 باور 4 هتحسبوها برضو صح هتكملوا الحاجات اللي انا سيبها ودي تتأكدوا منها الحزبة ان هي طلعت فعلا ما تيجي تتفكي دي كلها تطلع قيمتها كده هون طيب يعني ان دي كلها بزيرو ان دي كان الحزبة بزيرو وان دي خطع الحزبة بواحد عشان تطلعها لي مين تطلعها لي طيب الاجزامبل دوت بيقول لي ان هوت ايه find the value find the value of the complex find the value of the complex numbers شكلها ايه بقى complex numbers اول واحد one plus i over 12 التاني one plus i over 5 التالت square root three minus i over 8 اخر حاجة one minus i over 4 تمام ادي الكام سؤال دولة ايه وخلينا رقم خمسة كمان one plus square root i power 6 minus one minus square root three i power 6 تمام كده كل اللي احنا هنعمله هنعمل ايه انا عايز اجيب value بتاعت القيمة الايه ده اول ما لاقي عدد مركب مرفوع لقص طبعا على طول افهم ان انا هتطبق مين هتطبق جيم ويفر يبقى على طول هنا هوت كده هوت applying applying jim waver jim waver jim waver jim waver هو الوحيد اللي بيعرف يحطي العدد ويرفع القص بس العدد ده موجود في الصورة مين العدد اللي قدامي ده موجود في الصورة هو اليكن الاولانية هيت انا احل مثلا واحدة وانتو هتحلوا الباقي وليكن العدد الاولين ده في الصورة ايه في الصورة كارتيزية لا ده انا عندي عشان اطبق jim waver لازم يكون في الصورة مين في الصورة القطبية يبقى العدد اللي جوة ده هطلع منه بواحد واطلع منه بواحد لو العدد اللي جوة ده عبارة عن ايكس زائد اي واي ما ده عدد مركب اعرف اجيب الار عشان اجيب الصورة قطبية للعدد لازم اجيب الار والثيتا الار هتبقى تربية بلاس واي تربية اللي هي كام اللي هي سكوير طو طيب بعد كده السيتا اللي عبارة عن ايه تان مينس ون للوي على الاكس قلنا تان مينس ون واحد على واحد اللي طلعت خمسة واربعين العدد بتاعي في الصورة القطبية اللي هو الواحد زائد الاي في الصورة القطبية هيبقى شكله ايه هيبقى شكله كوزين في جزر اتنين قوط المقياس جزر اتنين افتح كوزين خمسة واربعين زائد الاي من صين كام زائد الاي من صين خمسة واربعين انا عايز اجيب ايه دلوقت اشي عايز اجيب واحد بلاس اي الكل قصة اتناشر هعمل ايه هنرفع العدد كل قصة اتناشر اهو جزر اتنين قصة اتناشر في كوزين خمسة واربعين زائد من ساين. خمسة واربعين. الكلام ده كل قصة اتناشر. هنشوف جزر اتنين قصة اتناشر. دي هدي بقى بكام. جزر اتنين قصة اتناشر. اتطلع بقى اربعة وستين. طيب. واعمل ايه هنا? ده عدد في الصورة القطبية اهو. عدد مركب في الصورة المين? في الصورة القطبية. ومرفوع لقص. او ومر فوع لقص. يبقى على طول بتطبيق مين? بتطبيق جموافر. اطبق جموافر اعمل ايه? هضرب القص في مين? في الزاوية. زائد الساين. زائد الايمان ساين. هضرب القص في مين? في الزاوية. تمام? كده هتبقى بتساوي. ستة واربعين. لما اجي اضرب القص في الزاوية. الخمسة واربعين دي اكي انها باي على كام? اكي انها باي على الاربع? هيبقى باي على الاربع. في الاثناشر هتطلع تلاتة باي. هتبقى كوزين تلاتة باي. زائد الاي من ساين. ونجيب قيمة دي. على الالة الحسبة. الناتج ده كله. دي هتطلع بكام? دي هتطلع بسالب واحد. ودي هتطلع بزيرو. تمام كده? يعني دي كده بزيرو. دي بسالب واحد يبقى الناتج. ماينس سكي ستي فور. يبقى احنا كده تتعلمنا ايه مفهوم ديفينيشن اوف اي كومبليكس نامبر. شفنا على الكمبليكس نامبر. شفنا مع بعض البولر فورمو في كومبليكس نامبر والاكسبونينشل فورمو في كومبليكس نامبر. بعد كده هوت اخدنا مع بعض اي عدد مركع بعتقولي في الصورة الكارتيزية. لازم احاول له الصورة القطبية عشان اعرف ارفعه القس. القس ده بقى لقيه بيتضرب في مين? بيتضرب في الزاوية. طيب. وبعد كده اخدنا ايه? اخدنا في حالة ان انا عايز اضرب اعداد مركبة في الصورة القطبية. بضرب المقاييس في بعض وبجمع الزاوية. لو فهقسم الاعداد المركبة في الصورة القطبية. بقسم المقاييس على بعض وبطرح ايه? وبطرح الزاوية. وشفنا كتير عليها وسبت لكم واجب. طيب اه انا سبت عليكم مجموعة من البروبرتس على الكمبليكس نامبر والكونجيوجيت اوف كومبليكس نامبر. دي موجودة في الكتاب انت هتذكرها لوحدكم. واخر حاجة خالص اللي هي الابليكيشنز الابليكيشنز اوف دي موايفر سيرم. اوف دي موايفر سيرم. ابليكيشنز يعني ايه? تطبيقات على نظرية مين? على نظرية دي موايفر. هم في كزا تطبيق على نظرية دي موايفر انتو هتدرسوا تطبيق واحد بس اللي موجود في الكتاب. وانا هسيب عليكم الجزء دوت برضو هيتذاكر لوحدهم مورك لانكم اصلا الكلام ده اخدته قبل كده. فالتطبيق اللي انا عايزاكم تذكرونه موجود في الكتاب ده solution of some types solutions of some types of equations. حل معادلات باستخدام دي موايفر. حل معادلات باستخدام دي موايفر. التطبيق ده الابليكيشن على دي موايفر سيرم ده موجود ومشروح في الكتاب بالتفصيل وكمان مشروح مسائل عالية. وفيه مسائل عالية برضو مش محلولة مرة نقديكم عليها. التطبيق ده اسمه solution of some types of equations. يعني حل مجموعة من ايه نوع مجموعة من المعادلات. حل نوع من المعادلات. هنلاقي معادلة مثلا شكلها كده زد فور بلاس ايتي وان ايكوال زيرو. دي كده هوت فور اكزامبل اهو. ادي مسألة كده هوت مثلا يديني معادلة. معادلة دي شكلة ايه? زد باور فور بلاس ايتي وان ايكوال زيرو. الاكوشن اللي موجودة قدامي دي العدد اللي موجود فيها او المجمول اللي موجود فيها هو مين? هو الزد اللي هو الكمبليكس آآ فيريابول زد او الكمبليكس نمبر زد. هو ده لن عايز اطلع قيمته. لقيته مرفوع لقصة اربعة معناها المعادلة دي لها كم جزر? المعادلة لها فور جزر. لها ايه? اربع جزور. تمام? يبقى المعادلة دي لها كم جزر? المعادلة دي لها فور جزر. يبقى this equation has four roots. لها four roots. بيجو ازاي بقى الفور روتس? الطريقة مشروحة زي ما قلنا هنوض في الكتاب وعليها محلولة. بكده نبقى قفلنا الجزء الخاص بالريفجن. احنا قلنا ان الشاب قبل ما ندخل في الكمبليكس آآ في المنهج بتاعنا قلنا ان الكمبليكس آآ فيه طوبكس كتير. اول حاجة انا ببدأ بيها وهو الكمبليكس نمبرز. الكمبليكس نمبرز ديت عشان آآ عشان ناخدها دي كتت تعتبر مراجع على اللي انتو اخدته زيه بالزبط في الالجيبرا. آآ الجزء الاولين الخاص بالكمبليكس نمبرز اخدنا اخدنا آآ اخدنا كل ما يخص الكمبليكس نمبرز. ادي كتت تعتبر المحاضرة الاولى اللي هي على الكمبليكس نمبرز. تتذاكر كويس جدا. تتذاكر الحاجات البنودة اللي انا سيبهلكم في الكتاب. آآ الواجب يتحل كله. وهنسأل فيه ان شاء الله المحاضرة الجاية وهسألكم عليه حلته الواجب بتاعكم ولا لا. تمام كده. آآ المرة الجاية ان شاء الله هندخل بقى في صاميم المنهج بتاعنا ان احنا ندخل في الكمبليكس فانكشنز في الايه في الدوال المركبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اي سؤال اسألوا على الواتس.